بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا محل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ بيوجد نمل أكثر من أي نوع آخر من الحيوانات التي تعيش على الأرض في العالم من المدهش أن تعرف أن بأن مليون نملة يمكنها أن تعيش في أشجار قليلة and there may be a quarter of a million in one colony ومن الممكن أن يكون هناك ربع مليون طال نملة في مستمرة واحدة most surprisingly والأكثر دهشة the total weight of all the ants in the world الوزن الكلي لكل النمل في العالم is far greater than أكثر بكثير من that of all human beings من كل الكائنات أو الكائن البشري بيكون أثقل من وزن الكائن البشري أو الكائنات البشرية human beings الكائنات البشرية are extremely interested in بيكون مهتمية بدرجة كبيرة in the study of ants في دراسة النمل the more we study them كلما درسناهم أكثر the more they seem to be like ourselves كلما بدأ أكثر بأنهم يشبهوننا ants live in societies النمل يعيش في مجتمعات in which they depend on one another والتي فيها بيعتمدون بعضهم على بعض the societies are not all exactly the same المجتمعات ليست طبعا كلها نفس الشيء there are differences هناك اختلافات because there are ants of many kinds لأن هناك نمل من أنواع عديدة but in general ولكن عموما but in general each kind has ants of three main types كل نوع متعن له نمل من ثلاثة أنواع رئيسية queens الملكات males الذقور and workers ليشغلت the queen has wings for a time الملكة لها أجنحة لفترة من الزمن and one day ويوم ما she flies away with a winged male ستطير بعيدا مع ذكر ذو أجنحة the male dies soon afterwards الذقر بيموت باع في الحال بعد ذلك but the queen without wings ولكن الملكة بدون أجنحة finds a good place for her new nest بتجد مكان جيدا لعشها الجديد and begins to lay eggs there وتبدأ في وضع البيض هناك worker ants نمل والشغال will feed her سيطعمونها and protect the eggs ويحمون البيض and they will build as big and as safe a home as they can وسوف يبنون منزلا طعن كبير وآمن بقدر المستطع the ants have several enemies أن النمل له طعن أعداء كثير they include birds بتضمنهم الطيور birds and ant eaters of various kinds وأكل النمل من أنواع مختلفة in some cases في بعض الحالات other ants are their worst enemies النمل الآخر قد يكون عدوهم الأسوأ just as man's worst enemy is man مثل أن أسوأ عدو للإنسان هو الإنسان in some parts of the world في بعض أنحاء من العالم the red ants march in large arms to attack the homes of black ants يبقى لنا النمل الأحمر بيسير بأجيوش كبيرة لمهاجمة منازل النمل الأسود there are more than twelve thousand species of ants all over the world يوجد أكثر من 12 ألف فصيلة من النمل في العالم an ant can live twenty times its own body weight النملة تستطيع أن ترفع عشرين مرة وزنها وزن جسمها some queen ants can live for many years بعض النمل الملكات ممكن أن تعيش لأعوام عديدة and half millions of babies ويكون لديها ملايين من النمل الرضع أو الصغير ants don't have ears النمل ليس له أذن ants hear by feeling vibrations in the ground النمل بيسمع عن طريق شعوره بالاهتزازات في الأرض through their feet من خلال أقدمهم when ants fight عندما النمل يحارب it's usually to that it's فعادة للموت ants don't have lungs النمض ليس لديه طان رئتين oxygen enters through tiny holes lower the body فالأكسوجين بيدخل من خلال فتحات دقيقة في جميع أنحاء القسم and carbon dioxide lift through the same holes وثاني اكسيد القربون بيغادر من خلال نفس الثقوب نشوف الأسئلة وإجابتها مع بعض أول سؤال the male ant die soon after لبالي طعن النوع النمل الذكر بيموت بعد طعن تبع الإجابة لترسي it flies with the queen ant ما بيطير ما النملة الملكة 27 the worker ants are busy لينم الشغال طعن بيكونوا مشغولين هتبقى protecting ex بحماية البيض عندي 28 the most active ant is اللي النملة الأكثر نشاط هي طعن تبقى the worker ant لينم الشغال 29 which of the following is true أي من التالي حقيقي طعن اتبع الإجابة لطر a the ants have no ears النمل ليس له أذن 30 what does the underlying pronoun they refer to طعن كلمة they لتحتها خط بتشير إلي طعن بالرقود النص هنلقى بتشير إلى the worker ants اللي هو النمل الشغال اللي هو بيبن بيوت طعن وسع ومريحة 31 what do ant not have ما الذي لا يمتلكه النمل طعن تبقى الإجابة عن the letter b the ears or lungs إبع لا أذن ولا رئتين 32 which of the following shows that there are more ants than any other land animal أي من الجمل التالية بتوضح بأن هناك نمل أكثر من أي حيوان يعيش على الأرض آخر طعن تبقى الإجابة لتردي the total weight of all the ants in the world is far greater than that of all the human beings يبقى الوزن الكل لكل النمل الموجود في العالم بيكون أكثر بكثير من وزن طبعا كل الكائنات البشرية 33 in what way are ants similar to human beings هل بأي طريقة النمل يشبه الكائنات البشرية طعن تبقى ants depend on each other النمل يعتمد على بعضه أو على بعضه البعض وعند برض لتر c لأن سي في مجتمعات النمل يعيش في مجتمعات إبقى الإجابة الصحيحة عندي هاتي بأي لتر d لأبوث b and c وختاما شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر